الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي موقف مصر الثابت بالوقوف بجانب الصومال الشقيق ودعم أمنه واستقراره جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وصراحة المتحدث باسم رئاسة أن الاتصال الهاتفي تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسوء لتطوير التعاون المشترك فضلا عن التطرق للأوضاع الإقليمية كما تترقى الاتصال بين الرئيس السيسي والرئيس الصومالي إلى استمرار التنسيق وتعميقه في مختلف المجالات بما يتفقه والطبيعة التاريخية للعلاقات بين البلدين عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية وأوضح مجلس الوزراء في بيان أن الحكومة استجابت للعديد من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان والمواطنين بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية وعدم من قطاع الكهرباء ليلا وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء بتنفيذ خطة تخفيف الأحمال خلال ساعات النهار فقط ومن المقرر أن يتم اليوم البدء في تنفيذ قرار تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء حيث سيتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من الحادية عشر صباحا وحتى الخامسة مساء شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية كثيفة على مناطق متفرقة بقطاع غزة وأفهد شهود عيان بوقوع شهداء ومصابين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة كما استهدفت قوات الاحتلال منازل شمال مخيم النصيرات وسط القطاع بالتزامن مع سلسلة غارات شنتها طيران الاحتلال على منازل المواطنين في مخيمي البريج ودير البلح ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والمصابين تواصلت الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة وأشارت الفصائل الفلسطينية إلى وقوع اشتباكات عنيفة في مخيم النصيرات وخان يونس أسفرت عن قتلى ومصابين في قوات الاحتلال من جانبه أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط وإصابة ثلاثة جنود بجروح خطيرة في اشتباكات بقطاع غزة يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه تقارير إسرائيلية أن 38 جنديا خضعوا لعمليات بتر أطرافهم جراء الاشتباكات في قطاع غزة وأنه يوجد حوالي ألفين جندي في أماكن إعادة التأهيل جراء معاناتهم من صدمة المعارك وصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحام عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة ففي محافظة الخليل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة دورة وداهمت عددا من المنازل واعتقلت عددا من الفلسطينيين في شمال القدس المحتلة أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين في بلدة الرام مما أدى لإصابة عدد منهم كما اقتحمت قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال مدينة طول كرم ومخيم نور شمس شرق المدينة وسط تحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء المدينة وضواحيها ومخيماتها على ارتفاع منخفض أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة اثنين من جنوده جراء استهدافهما بصواريخ مضادة للدروع قرب مستوطنة رميم على الحدود مع لبنان كان حزب الله قد أعلن استهداف موقع عسكري إسرائيلي في مستوطنة منارة بصاروخ مضاد للدروع متوعدا بالرد على اختيال القيادي في حماس صالح العروري وإن الحادث لن يمر أبدا دون عقاب نعر رئيس الفرنسي منوال مقهون إسرائيل إلى تجنب أي سلوك تصعدي وبخاصة في لبنان وذلك إثر اختيال صالح العروري القيادي في حركة حماس بدربة صاروخية في الضاحية الجنوبية لبيروت وقال قصر الإليزي إثر مكالمة هاتفية أجراها مقهون بالوزير الإسرائيلي بني جانس عضو مجلس الحرب الوزاري إن الرئيس الفرنسي شدد على أن باريس ستستمر في إيصال هذه الرسائل إلى كل الجهات الفاعلة المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر في المنطقة في الوقت نفسه أكد مقهون أن التصريحات المتعلقة بتهجير سكان غزة غير مقبولة وتتعارض مع حل الدولتين أعلن مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن نيكولا دي ريفيار أن المجلس اجتمع اليوم لبحث الملاحة بالبحر الأحمر ووصف المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة وضع الملاحة بالبحر الأحمر بالسيء مشيرا إلى أن هناك تكرارا للانتهاكات والأعمال العسكرية في هذه المنطقة من جانبها أعلنت الخارجية الأمريكية أن أنتني بلينكين ونظيره البريطاني ديفيد كاميرون بحث أهمية تحرك جماعي متعدد الأطراف لمؤجهة الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر ورياضيا خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول بالعاصمة الإدارية داخل أستاذ مصر بمدينة مصر للألعاب الأولمبية في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كودوفوار ومن المقرر أن يخوض الفراعنة مباراة ودية في السابع من يناير أمام تنزانيا على أستاذ القاهرة الدولي في إطار الاستعداد للبطولة الأفريقية ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية مع كل من غانا والرأس الأخضر وموزنبيق حيث يستهل مشواره في البطولة بمواجهة نظيره الموزنبيقي يوم الرابع عشر من يناير انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصر